اشتركوا في القناة لقد كانت تلك ذروة ادائها الفني نهاية بطعم النصر فقد كان بنبرتها مزيج من الهيبة والنصر كان الشيء الغريب هو ان من تقوم بتقديمها مجرد امرأة عجوز غير متزوجة لطيفة وغير مهندمة كان ذلك ما جعل الشاب والشاب الذين تعرف على ماريبيل لتوهما عن طريق المساعي الحميدة لجين ينظران اليها بمزيج من الريبة والحيرة كان الشابان اللطيفان هما تشارميان ترستراود الفتاة النحيفة ذات البشرة الذاكنة وإدوارد ريستر الشاب الودود الضخم ذا الشعر الأشقر قالت تشارميان لاهذة مرحبا نحن سعيدان جدا بمعرفتك لكن كان الشك يبدو في عينيها لذا رمقت جين هيلر بنظرة متحيرة وردا على تلك النظرة قالت جين عزيزتي إنها رائعة ويمكنك الاعتماد عليها كليا فكما أخبرتك أنني سأدعوها للمجيء هنا وقد فعلت ثم خاطبت الآنسة ماريبيل قائلة أثق بقدرتك على معالجة مشكلتهما فهذا سهل جدا عليك ثم أدارت الآنسة ماريبيل عينيها الهادئتين الزرقاوين اتجاه السيد ريستر وقالت ألن تخبرني بما يجري؟ فاندفعت شارميان قائلة جين صديقتنا وقد وقعت أنا وإدوارد في مأزق فأخبرت ناجين بأننا إذا حضرنا حفلها فمن الممكن أن تجعلنا نتعرف على شخص يمكنه يمكنه فقاطعها أدوارد ليرقذها من تلعثمها وقال أخبرت ناجين أنك محققة بارعة أنيسة ماريبيل فتلألأت عيناها وردت بتواضع قائلة يا إلهي كلا كلا ليس لهذه الدرجة كل ما في الأمر أن الحياة في القرية تعلم المرأة الكثير عن الطبيعة البشرية لكنكم بالفعل قد أثرتم شغفي أخبروني ما المشكلة فرد أدوارد قائلا أخشى أن يبدو الأمر مبتدلا فمشكلتنا تتعلق بكنز مدفون فقالت ماريبيل حقا لكن يبدو هذا أمرا مثيرا فرد الرجل قائلا نعم أعرف فهي كرواية جزيرة الكنز لكن مشكلتنا خالية من اللمسات الرومانسية المعتادة ولا يوجد خريطة مرسوم عليها شعار الجمجمة والعظمتين المتقاطعتين ولا اتجاهات مثل تحرك أربع خطوات يليسار في جهة الغرب أو الشمال فالأمر أبسط من ذلك بكثير علينا فقط معرفة المكان المناسب للحفر فقالت ماريبيل هل حاولتم القيام بذلك من الأساس؟ فأجاب أودوارد قائلا لقد قمنا بحفر مساحة فالدانين بالفعل إلى أن أصبح المكان مهيئا ليتحول إلى مزرعة خضروات لكننا لم نقرر بعد إن كنا سنزرعها قرعا أو بطاطا فقالت شارميان فجأة أن يمكننا أن نخبرك بكل ما يتعلق بالأمر؟ فأجابت الأنسة ماريبيل قائلة طبعا يا عزيزتي فقالت شارميان إذن لنجد مكانا آمنا هيا يا أودوارد ثم خرجوا من الغرفة المزدحمة المعبأة بالدخان وصعدوا الدرجة باتجاه غرفة جلوس صغيرة بالطابق الثاني وعندما جلسوا قالت شارميان فجأة ها نحن أولئك لقد بدأت القصة بالعم ماثيو أو بالأحرى العم الأكبر لنا هو رجل طاعن في السن وأنا وأدوارد قريباه الوحيدان لذلك فهو مولع بناك وكثيرا ما صرح بأنه سيقسم ماله مناصفة بيني وبين أدوارد بعد وفاته وقد مات فعلا في مارس الماضي وترك كل ما يملك لي والأدوارد ربما يبدو ما أقوله بشأنه قاسيا لكنني لا أقصد أن وفاته كانت أمرا جيدا فقد كان كلانا أيضا مغرما به لكنه كان مريضا منذ فترة ولعل المشكلة هي أن كل ما تركه لا شيء على الإطلاق وقد كان ذلك بصراحة صفعة قوية لا لا أليس كذلك أدوارد؟ فوافقها أدوارد الودود قائلا بلى هو كذلك فقد كنا نعتمد على ما سيتركه لنا أقصد أنك إن كنت بانتظار حصولك على حفنة من الأموال فإنك لن تجتهد لتصنيعها بنفسك فأنا مجند بالجيش وليس لدي سوى راتبي وكذلك الشرميان فهي لا تملك أي شيء وهي تعمل مديرة مسرح وتستمتع بذلك العمل المسلي لكنها لا تجني منه الأموال كما كنا نرتب للزواج ولم نكن قلقين بشأن الجانب المالي من هذا الأمر فنحن نعلم أننا سنصبح أثرياء يوما ما ثم قالت شرميان ولكننا الآن كما ترين لسنا كذلك وما هو أسوأ من ذلك أننا قد نضطر إلى بيع منزل العائلة الذي نحبه أنا وأدوارد وهو الأمر الذي لن نتحمله لكننا سنرجع إلى ذلك فعلا إن لم نجد كنز العم ماثيو فقال أدوارد أتعلمين تشارميان لم نتحدث عن أهم نقطة حتى الآن فقالت له إذن تحدث أنت فالتفت أدوارد إلى الآن ساماريبل وقال يبدو الأمر كأن العم ماثيو أصيب بداية الشك حينما تقدم به العمر فلم يعد يثق بأحد أبدا فعلقت الآن ساماريبل قائلة إنها لحكمة منه فقد أصبح فساد البشر لا يصدق فرد إدوارد قائلا حسنا ربما تكونين محقة على أي حال كان العم ماثيو أيضا يؤمن بذلك فقد كان له صديق خسر أمواله بأحد البنوك وصديق آخر دمر حياته محام هارب وقد خسر عمي نفسه بعضا من أمواله بسبب شركة تمارس الاحتيال ولهذا فقد قرر أن الطريقة الوحيدة الأكثر أمانا وعقلانية للحفاظ على أمواله هي تحويلها إلى سبائك ذهبية ودفنها فردت الآن ساماريبل قائلة حسنا بدأت أفهم فاستضرد أدوارد قائلا وقد جاد له أصدقاؤه فيما يفعله معللين ذلك بأنه لن يجني أي فوائد من أمواله بتلك الطريقة لكنه لم يأبه بذلك على الإطلاق وكان يقول يجب أن تحفظ معظم أموالك بسندوق تحت السرير أو تدفنه في الحديقة ثم استكملت شارميان قائلة وعندما توفي لم يترك أي أوراق مالية بالرغم من كونه ثريا جدا لهذا فإننا نظن أنه قد حول أمواله إلى سبائك وقام بدفنها بالفعل واستأنف أدوارد شرحاه قائلا اكتشفنا أنه كان يتاجر بالأوراق المالية ويقوم من وقت لآخر بسحب مبالغ كبيرة من المال ولا يعرف أحد ما الذي كان يفعل بها لكن من المحتمل أنه طبق نظريته واشترت ذهب وقام بدفنه فتساءلت الآن ساماريبيل قائلة ألم يقل أي شيء قبل أن يتوفى أو يترك أي تورقة أو خطاب فرد إدوارد قائلا ذلك هو ما يثير جنوننا أنه لم يفعل ذلك فقد كان فاقدا للوعي لعدة أيام لكنه استدعانا قبل أن يتوفى ونظر إلينا وضحك ضحكة خافتة ضعيفة ثم قال ستكونان على ما يرام أيها الحبيبان ثم نقر عينه اليمنى وغمز لنا وبعدها توفي مسكين لعم ماثيو فقالت الآن ساماريبيل وهي تفكر غمز بعينه اليمنى فرد أدوارد بحماس قائلا أيعني ذلك شيئا في رأيك فقد جعلني ذلك أفكر في إحدى قصص أرسين لوبين بوليسية عندما كان هناك شيء مخبأ بعين رجل زجاجية لكن لم يكن للعم ماثيو عين زجاجية فهزت الآن ساماريبيل رأسها قائلة كلا لا يمكنني تخمين أي شيء الآن فقالت شرميان بإحباط لقد أخبرت ناجين بأنك ستخبريننا في الحال بمكان الحفر فابتسمت الآن ساماريبيل وقالت أنا لست ساحرة ولم أكن أعرف عمك أو أي نوع من الرجال هو ولا أعرف المنزل ولا الحديقة فتساءلت شرميان قائلة وإن كنت تعرفين كل ذلك فأجابت الآن ساماريبيل سيكون الأمر بسيطا للغاية أليس كذلك؟ فردت شرميان قائلة بسيط إذن لا بد أن تأتي إلى المنزل وتره ما إن كان الأمر بسيطا ربما لم تقصد شرميان أن تأخذ دعوتها بمحمل الجد لكن الآن ساماريبيل قالت مندفع حسنا حسنا عزيزتي شرميان هذا لطف كبير منك فلطالما أردت أن تسمح لي فرصة البحث عن كنز مدفون؟ ثم أضافت قائلة وهي تنظر إليهما بابتسامة مبتهزة ومن حسن حظي أنني قابلت شابين لطيفين مثلكما قالت شرميان للآنسة ماريبيل بينما كانت تشير بطريقة استعراضية أرأيتي؟ كانوا قد أنهوا لتوهم جولة بالمنزل حيث مروا بحديقة المطبخ المليئة بالحفر وساروا عبر البستان الذي اجدثت منه كل شجرة بديعة وراقبوا بأسى أرضية الحديقة المليئة بالثقوب التي اعتاد على رؤيتها جميلة وملسائف السابق كما صعدوا إلى العلية وقد بعثرت كل محتويات سناديقها وخزائنها كما هبطوا إلى القبو حيث انتزع البلاط من تجاويفه وقاموا بقياس الحوائط والنقر عليها ثم تفحصت الآنسة ماريبل كل قطع الأثاث العتيقة التي شكت باحتوائها على أدراج سرية كانت هناك كومة من الورق تعلو من ضدة بالغرفة الصباحية تحوي كل الأوراق التي تركها ماثيو ستراود لم تتلف أي يوم منها وقد دأب شارميان وإدوارد على الرجوع إليها مرارا وتكرارا فكان يفتشان باجتهاد في الفواتير والدعوات والمراسلات التجارية على أمل التوصل إلى أي مفتاح للغذ فتساءلت شارميان بصوت مفعم بالأمل أتفكرين في أي مكان آخر لم نتطرق إليه؟ فهجت الآنسة ماري بيل رأسها وقالت لقد بذلتما قصارى جهدكما عزيزتي أو لعلي أقول إنكما بالغتما في بذل الجهد أنا دائما أثق بالخطط لقد ذكرتني بصديقة السيدة إلدريتش التي تقوم خادمتها الجميلة بتلميع الأرضيات لكنها كانت تبالغ في تلميع أرضيات الحمام وبينما كانت السيدة إلدريتش تخطو خارجه إن زلقت الدوازة تحت قدميها فسقطت سقطة مؤلمة وانكسرت ساقها وما هو أسوأ من ذلك؟ أنه بسبب انغلاق باب الحمام طبعا اضطر البستاني إلى إحضار سلم والدخول من النافذة لإنقاذها يا له من أمر مؤسف للسيدة إلدريتش التي طالما كانت امرأة خجولا جدا أخذ إدوارد يتحرق بالطراب فاعتذرت الآن ساماريبيل سريعا قائلة أعتذر لكما أعلم أن علي الدخول في صلب الموضوع لكن الشيء بالشيء يذكر وهو ما يفيد أحيانا وعموبا كل ما كنت أحاول قوله هو أننا إن حاولنا أن نشغل عقولنا ونفكر في مكان محتمل أكثر فقاطعها إدوارد قائلا إذن فكري لنا في واحد أنستي فلقد صار عقلانا أنا والشارميان أشبه بصحائف بيضاء خالية فأشارت الآنسة ماريبيل إلى كومة الأوراق على المنضدة وقالت نعم يا عزيزي أعلم أن الأمر مرهق لكما إذن إن كنتما لا تمانعان فاسمح لي بأن أتفحص تلك الأوراق ذلك إن كانت لا تتعلق بأمور شخصية فأنا لا أود أن أبدو متطفلة فرد إدوارد قائلا نعم لا بأس في ذلك لكنني أخشى أن لا تجدي أي شيء فجلست الآنسة ماريبيل بجوار من ضده وبدأت في العمل على كومة الوثائق بطريقة منظمة وبينما كانت تعيد كل وثيقة إلى مكانها قسمتها تلقائيا إلى أكوام صغيرة منمقة وعندما أنهت فحصها شخصت ببصرها بضع دقائق فسألها إدوارد بنبرة يشوبها الخبث قائلا حسناً آنسة ماريبيل ماذا بعد؟ فاستعادت الآنسة ماريبيل تركيزها وقالت أعتذر لك سيدي أعتقد أن تلك الأوراق مفيدة للغاية فسألها قائلا هل وجدت أي شيء دي صلة؟ فأجابت قائلا لا لم أجد لكنني قد فهمت الآن أي نوع من الرجال هو عمك ماثيو فهو بالأحرى كعم هينري مغرم بالنكات وهو عازب على ما يبدو أتساءل لما؟ ربما لصدمة عاطفية مبكرة؟ أو أنه شخص ملتزم إلى حد ما لكنه لا يحب القيود وهو حال بعض العزاب فأشارت شرميان إلى إدوارد خلف ظهر الآنسة ماريبيل بإشارة كان مفادها أن الآنسة ماريبيل مجنونة واستكملت الآنسة ماريبيل حديثها عن عمها هينري الراحل بسعادة قائلة وقد كان مولعا بالتلاعب بالألفاظ وهو أمر مزعج بالنسبة إلى بعض الناس حيث يعد أي تلاعب بسيط بالنسبة لهم أمرا مستفزا كما كان رجلا شكاكا أيضا ودائما ما كان مقتنعا بسرقة الخدم له وهو ما كانوا يفعلونه أحيانا لكن ليس طوال الوقت لكن قد تملكت هذه الفكرة ذلك الرجل المسكين وفي أواخر أيامه كان يشك أنهم يعبثون بطعامه وبالأخير رفض تناول أي شيء سوى البيض المسلوق معتقدا أنه لا يمكن لأحد أن يعبث ببيضة مسلوقة كما اعتاد العم هينري أن تكون روحه مرحة وكان مولعا بشرب القهوة بعد العشاء ودائما ما كان يقول إن هذه القهوة طيبة المذاق قاصدا أنه يود المزيد منها في هذه اللحظة شعر أدوارد بأنه سيجن جنونه إن سمع كلمة أخرى عن العم هينري وستردت الأنسة ماري بالحديثها قائلا كما كان عاشقا للأطفال الصغار لكنه كان يميل إلى مداعبتهم قليلا فقد كان يضع الحلوى بعيدا عن متناول أيديهم فقررت شارميان أن تنحي الأخلاق جانبا وقال أعتقد أنه كان رجلا بغيضا فردت الأنسة ماري بال على الفور قائلا يا إلهي لا يا عزيزتي فقد كان كما تعلمين مجرد عازب عجوز غير معتاد على التعامل مع الأطفال كما أنه لم يكن غبيا أبدا فقد اعتادت دخار مبلغ لا بأس به من المال في خزانة منزله وكان دائما التحدث عنها وأنها وسيلة آمنة للدخار الأموال ونتيجة لتلك الأحاديث قام اللصوص ذات ليلة بكسر الخزانة وأحدثوا بها ثقبا باستخدام آلة كيميائية فقال أدوارد نعم هذا جزاؤه فردت الأنسة ماري بال قائلة لكن كانت الخزانة خالية فكما ترى لقد خبأ المال بمكان آخر حيث وضعه خلف بعض المجلدات الدينية في مكتبته فقد كان يقول إنه لن يقدم أحد على أخذ كتاب من هذا النوع من الرف فقاطعها أدوارد متحمسا قائلا يا لها من فكرة لماذا لم نبحث في المكتبة هزت شرميان رأسها وقالت بازدراء أتظن أنني لم أفكر في ذلك لقد تفقدت كل الكتب يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي حينما ذهبت أنت إلى بورتسموث حيث أخذتها من رفوفها وقمت بتفتيشها لكن لا شيء بداخلها فتنهد أدوارد ثم تمالك نفسه جاهدا كي يتخلص بلباقة من زائرتهما التي لم تفعل شيئا سوى أنها أصابتهما بالإحباط وقال إن مجيئك إلى هنا ومحاولتك مساعدتنا لنبلي أخلاق منك لذا نعتذر لك إن لم يسفر كل هذا عن شيء فقد أضعنا كثيرا من وقتك وعلى أي حال فسيارتي رهن إشارتك وستصلين المنزل بحلول الثالثة والنصف فردت الآن سامريبيل قائلة يا إلهي لكن ما زال علينا إيجاد الأموال أليس كذلك؟ لا تستسلم سيد روستر فكما تقول الحكمة بمتابعتنا النهر نبلغ البحر فتساءل أدوارد قائلا إذن ستواصلين البحث فأجابت الأنسة ماريبيل قائلة بل بالأحرى إنني لم أبدأ أصلا فكما تقول السيدة بيتون في كتابها عن وصفات الطعام أمسك بأرنبك أولا يا له من كتاب رائع لكنه باهظ الثمن وتبدأ معظم وصفاته بربع كوب من الكريمة واثنتين عشرة بيضة والآن دعاني أتذكر عما كنت أتحدث آه آه لقد تذكرت حسنا لقد أمسكنا بأرنبنا وهو طبعا عمكما ماثيو أما الآن فعلينا أن نحدد أين خبأ الأموال فقد يكون المكان بسيطا جدا فاندهشت شرميان قائلة بسيط فردت الآنسة ماريبيل قائلة نعم يا عزيزتي أكاد أجزب أنه قد أخفى الأموال بمكان واضح كدرج سري مثلا تعجب أدوارد وقال ساخرا هل من المنطقي أن تخفى سبائك من الذهب بدرج سري فأجابت ماريبيل قائلة بالطبع لا لكن ليس هناك ما يدل على أننا نبحث عن سبائك من الذهب فرد أدوارد قائلا لقد اعتاد عمنا على قول فقطعته الآنسة ماريبيل قائلة وهو مثل ما كان يفعله عم هينري بخصوص خزائنه ولهذا السبب أشك في أننا نبحث بالاتجاه الخطأ فمن الممكن جدا أن نجد حتى الألماس بدرج سري فقال أدوارد لكننا قد فتشنا كل الأدراج السرية كما استأجرنا نجارا لتفتيش الأثاف فتساءلت الآنسة ماريبيل قائلة هل فعلتما ذلك أحسنتما صنعا لكنني أظن أن مكتب عمك هو الاحتمال الأرجح أهو ذلك أهو ذلك المكتب المواجه للحائط فخطت شرميان اكتجاهه وقالت نعم هو دعينا نرى أزحت شرميان الغطاء ووجدت خانات وأدراجا صغيرة ففتحت بابا صغيرا يقع في المنتصف ثم تحسست زنبركا بداخل الدرج الأيسر زلق أسفل الجزء الأوسط إلى الأمام مصدرا تقطق ثم سحبته تشارميان إلى الخارج فظهر تحته مباشرة تجويف آخر غير عميق لكنه كان فارغا فصاحت الآنسة ماريبيل قائلة أهذه مصادفة؟ هذا المكتب هو نسخة تقل أصل من مكتب عمي هنري الفرق الوحيد أن مكتبه كان من خشب الجوز أما هذا فمن خشب المهوغاني فردت شرميان قائلة على أي حال إنه فارغ كما ترين ثم قالت الآنسة ماريبيل أظن أن ذلك النجار كان شابا صغيرا أي أنه لم يكن ماهرا بما يكفي فقد كان النجارون قديما بارعين في صنع الأماكن الخفية ثم سحبت دبوس شعر من شعرها الرمادي المعقوف على شكل كعكة وفردت الدبوس وغرزت رأسه فيما كان يبدو كأنه ثقب متناهي الصغر يقع على أحد جانبي التجويف السري وبقليل من الجهد سحبت درجا صغيرا كان بداخله حزمة من الخطابات البالية وورقة مطوية فانقض أدوارد وتشارميان معا على ذلك الاكتشاف وبأصابع مرتعشة فتح أدوارد الورقة ثم ألقى بها بعيدا وهو يصيح بشمئزاز قائلا إنها وصفة لحم مخبوز لعينه حينئذ كانت شارميان تفك حزمة الخطابات المربوطة فسحبت أحد الخطابات وتفحصته ثم قالت خطابات غرامية فعلقت الآنسة ماريبيل بحماسة قائلة إنه أمر مثير ربما لهذا السبب لم يتزوج عمكما أبدا ثم قرأت شارميان بصوت عال عزيزي ماثيو مر وقت طويل منذ أن تسلمت آخر خطاب منك لذا أحاول أن أشغل نفسي بالمهام العديدة الملقى على عاطقي وكثيرا ما أقول لنفسي كم أنا محظوظة لرؤية الكثير من بلدان العالم بالرغم من أنني عندما ذهبت إلى أمريكا شعرت بالندم لسفري إلى هذه الجزر البعيدة فتوقفت شارميان وتساءلت خائلة من أي مكان أرسل هذا الخطاب؟ يا إلهي جزر هاواي وواصلت القراءة وهأسفاه لا يزال هناك المواطنون بمنأة عن التدين فهم عرايا بحالة يرثى لها ويقضون معظم أوقاتهم إما في السباحة أو الرقص بينما يزينون أجسادهم بأكاليل الزهور الملونة وقد أجرى السيد جراي بعض التغييرات لكنها كانت مهمة شاقة الأمر الذي ثبت عزيمته وعزيمة زوجته وأنا أحاول أن أبذل ما بوسعي لأجعله يبتهج ويتحمس مجددا ولكنني أشعر أيضا بالحزن لسبب أظن أنك على علم به عزيزي ماثيو فالبعد هو تجربة مؤلمة للقلوب المحبة وقد سرتني جدا وعودك وتعهداتك التي لا تنضب وأعيدك أنا أيضا بأن يكون قلبي المحب المخلص لك ملكك للأبد عزيزي باثيو وأن أظل حبك الحقيقي بيتي مارتين ملحوظة لقد أرسلت خطابي هذا سرا كالعادة إلى صديقتنا متلجا جيرفز أتمنى أن يسامحني الله على هذه الخدعة البسيطة زفر أودوارد وقال امرأة متدينة إذن فهذه حبيبة العم ماثيو أتساءل لما لم يتزوجها فردت شارميان حينما كانت تتفقد الخطابات قائلة يبدو أنها قد جابت العالم حتى جزيرة موريشوس وكل أنواع البلدان ولهذا ربما قد أصابتها الحمى الصفراء أو شيء من هذا القبيل فضحكوا جميعا وكانت الآن ساماريبيل سعيدة جدا ثم قالت حسنا حسنا أشعر بالدهشة لسماع هذا الآن وبينما كانت تراقب نظراتهم المتحيرة بدأت الآن ساماريبيل في قراءة وصفة اللحم المخبوز اللحم المخبوز بالسبانخ خذ قطعة من لحم الفخذ وأضف إليها حبوب القرنفل وقم بتغطيتها بالسكر المني ثم أدخلها الفرن لتنضج في درجة حرارة متوسطة تقدم مع السبانخ المهروسة ثم سألتهم ما رأيكما في ذلك فأجاب أدوارد قائلا يبدو لي هذا سيء المذاق فردت الآن ساماريبيل قائلة لا لا قد تكون شهية جدا لكن ما رأيك في الأمر كله وفجأة قطرت ببهل إدوارد فكرة فتوهج وجهه وقال أتظنين أنها شفرة سرية؟ أتدريلت شارميان؟ قد تكون كذلك فعلا فما الداعي إلى وضع وصفة طعام بدرج سري فردت الآن ساماريبيل قائلة بالضبط لا بد أن يكون لها دلالة مهمة ثم قالت شارميان أظن أنني اكتشفت شيئا فقد تكون مكتوبة بالحبر السري لنشعل النيران ففعل إدوارد ذلك لكن لم تظهر أي كتابة سرية فسعلت الآن ساماريبيل وقالت في رأيي أنكما تصعبان الأمر كثيرا فهذه الوصفة ليست سوى إشارة إنجاز التعبير أعتقد أن الخطابات هي الأهم فتساءل إدوارد قائلة للخطابات فأجابت الآن ساماريبيل قائلة نعم خاصة التوقيع وبمجرد أن سمعها إدوارد بالكاد صاحة مناديا تشارميان قائلا تشارميان تعالي إلى هنا إنها محقة فهذه الأظرف قديمة جدا أما الخطابات نفسها فهي أحدث فقالت الآن ساماريبيل بالضبط فردت شارميان قائلة إنها مجرد نسخ متلاعب فيها لتبدو قديمة أراهن أن العام ماثيو هو من تلاعب بها لتبدو كذلك فقالت الآن ساماريبيل تماما فقال أدوارد إن الأمر كله مجرد حيلة فليس هناك أي سيدات متدينات لا بد أن الأمر كله لغز فقالت الآن ساماريبيل يا أبناء الأحباء لا داعي لجعل الأمور تبدو بهذه الصعوبة فقد كان عمكما رجلا بسيطا جدا وكل ما هنالك أنه ود المزاح معكما فانتبه لكلامها أول مرة ثم تساءلت شارميان قائلة ماذا تقصدين بالضبط أنساماربيل فقالت الآن ساماريبيل عزيزتي تشارميان أقصد أنكما بالفعل تمسكان بالأموال في هذه اللحظة فجحضت عينات شارميان وأكملت ماريبيل حديثها قائلة أقصد التوقيع عزيزتي التوقيع هو حل اللغز أما الوصفة فهي مجرد إشارة فماذا تعني بالضبط حبوب القرونفل مع السكر البني وباقي الوصفة ما الفائدة من ذكر لحم الفخد والسبانخ مجرد عبث ولهذا من الواضح أن الخطابات هي الأهم ومن ثم علينا أن نضعف الاعتبار ما فعله عمكما قبل أن يتوفى فقد غمز بعينه كما قلتما إذن هذا هو حل اللغز فقالت شارميان هل أصابنا الجنون أم أنه أصابك أنت فردت الآنسة ماريبيل قائلة بالطبع يا عزيزتي ألم تسمعي يوما بالتعبير الذي يقول الصورة ليست حقيقة أم أنه قد عفى عليه الدهر فشهق أدوارل ووقعت عينه على الخطاب في يده وقال بيتي مارتين فقالت الآنسة ماريبيل طبعا سيد روستر فكما قلت لتوك ليست هناك أي سيدة من هذا القبيل بل إن عمكما هو من قام بكتابة هذه الخطابات كي يمزح معكما فكما قلت بنفسك إن الكلام الموجود على الأظرف أقدم من الموجود بداخلها أي أنه لا يمكن أن تطابق الأظرف هذه الخطابات بأي حال من الأحوال حيث يعود الطابع البريدي الموجود على المضروف الذي بيدك إلى عام 1851 فتوقفت ثم شددت على التاريخ قائلا عام 1851 وهو ما يفسر كل شيء أليس كذلك؟ فأجاب عدوارد قائلا ليس بالنسبة إليه ردت الآنسة ماريبيل قائلا طبعا أفهم ذلك ولم أكن لأفهم أيضا لو لا حفيد أخي لونيل ذلك الفتى الصغير المحبوب وجامع الطوابع الشغوف الذي يعرف كل شيء عن الطوابع البريدية فهو من أخبرني بشأن الطوابع البريدية النادرة غالية الثمن أن هناك مجموعة طوابع رائعة مكتشفة حديثا قد عرضت بالمزاد ويحضرني حديثه عن أحد الطوابع من عام 1851 دي لون أزرق من فئة السنتين وقد وصل ثمنه إلى حوالي 25 ألف دولار تخيلوا توقعوا أن تكون الطوابع الأخرى أيضا بالقيمة نفسها لا بد أن عمكما قد اشتراها من التجار كان حريصا على أن لا يترك لها أي أثر كما يقولون بالقصص البوليسية فتأوه أدوارد ثم جلسه وغطى وجهه براحتي يديه فتسألت شرميان قائلة ماذا بك؟ فأجابها قائلا لا شيء فقد حلت برأسي فكرة فضيعة فلولا الآنسة ماريبل لكن حرقنا هذه الخطابات بطريقة لطيفة فقالت الآنسة ماريبل للأسف ذلك هو ما لا يعيه كبار السن المغرمون بالنكات فكما أتذكر بعث عمي هنري لابنة الأخت المفضلة له ببطاقة معايدة بقيمة خمسة جنيهات كهدية بداية العام لكنه قام بلسقها ببطاقة أخرى رخيصة وكتب عليها مع حبي وأفضل تمنياتي أخشى أن يكون ذلك هو كل ما استطعت أن أهليه لك هذا العام فانزعجت الفتاة السازجة من تلك الهدية عديمة القيمة وألقت بها في النار لكنه اضطر بعدها طبعا إلى أن يهديها بطاقة أخرى فتغيرت مشاعر أدورد اتجاه العم هنري فجأة بصورة جذرية ثم قال آنسة ماريبل لقد كان العم هنري رجلا رائعا القضية الثالثة جريمة شريط القياس توقفت الآنسة بوليت أمام الكوخ وقرعت بابه بلطف انتظرت قليلا وعندما لم يأتها رد قرعته مرة أخرى زهزحت اللفافة التي تحملها أسفل ذراعها اليسرى قليلا بينما كانت تطرق الباب فعدلت وضعها مرة أخرى كان بداخل اللفافة فستان السيدة سبينلو الشتوي الأخضر الجديد جاهزا للقياس بينما تدلت من يدها اليسرى حقيبة سوداء من الحرير بداخلها شريط غياس ووسادة دبابيس ومقص كبير كانت الآنسة بوليت طويلة ونحيفة لها أنف حاد وشفتان مزمومتان وشعر رمادي هزيل وقد ترددت قبل قرع الباب للمرة الثالثة فنظرت إلى الشارع لتجد امرأة تقترب مسرعة كانت هذه المرأة هي الآنسة هارتنل المرحة خشنة المظهر ذات الخمسة والخمسين عاما وصاحت بصوتها العالي المعتاد قائلة مساء الخير آنسة بوليت فردت خياطة الملابس قائلة مساء الخير آنسة هارتنل وكانت نبرتها رستقراطية أنيقة فقد عملت في بداية حياتها كوصيفة لإحدى سيدات المجتمع ثم تساءلت قائلة أعتذر إليك آنسة هارتنل لكن هل تعلمين إن كانت السيدة سبينلو بالمنزل أم لا فأجابت الآنسة هارتنل قائلة ليس لدي أية فكرة فقالت الآنسة بوليت إنه أمر غريب فأنا على موعد معها في الثالثة والنصف من عصر اليوم لنرى ما إن كان الفستان الجديد سيرها إمها فنظرت الآنسة هارتنل إلى الساعة حول معصمها وقالت لقد تعدت الثالثة والنصف بقليل فقالت الآنسة بوليت نعم وقد طرقت الباب ثلاث مرات ولم يفتح أحد الباب لهذا أتساءل إذ كانت السيدة سبينلو قد نسيت الموعد وذهبت إلى الخارج ليس من عاجتها نسيان المواعيد كما أنها ستردد الفستان بعد غد فشقت الآنسة هارتنل طريقها عبر البوابة لتقف مع الآنسة بوليت أمام الكوخ ثم قالت لماذا لا تفتح جلاديس الباب يا إلهي لقد تذكرت فاليوم هو الخميس وهو يوم إجازتها أظن أن السيدة سبينلو قد غطت في النوم وليس من الممكن أن يوقذها ترققي على الباب فأمسكت الآنسة هارتنل بمقرعة الباب وشرعت في قرعه بكل ما أوتيت من قوة كما كانت تطرق الباب بيدها وفي الوقت نفسه كانت تصيح بصوتها الجهوري هل هناك أحد بالداخل؟ لكن لم يجب أحد فتمتمت الآنسة بوليت يا إلهي أظن أن السيدة سبينلو قد نسيت الموعد وذهبت إلى الخارج سأعود إليها لاحقا وشرعت في التوجه نحو البوابة فقالت الآنسة هارتنل بصرامة هذا هراء لو كانت خرجت من المنزل لرأيتها وهي تخرج سأتفقد الأمر من خلال النوافذ لأرى إن كان هناك أحد بالداخل ثم ضحكت بتريقتها الودودة في إشارة منها أنها كانت تنزح وألقت نظرة عابرة من أقرب نافذة لأنها كانت تعلم جيدا أن الغرفة الأمامية نادرا ما تستخدم فقد كان السيد والسيدة سبينلو يفضلان غرفة الجلوس الصغيرة الخلفية وبالرغم من كونها نظرة عابرة فإنها قد أدت غرضها فبالفعل لم تجد الآنسة هارتنل أية مظاهر للحياة بل إنها على العكس قد رأت السيدة سبينلو من خلال النافذة ملقاة على سجادة الموقد وقد فارقت الحياة قالت الآنسة هارتنل حينما كانت تسرد القصة فيما بعد بالطبع لقد استطعت أن أحافظ على رباطة جأشي فقد كانت تلك المخلوقة التي تدعى بوليت عاجزة عن القيام بأي شيء فقلت لها علينا الحفاظ على رباطة جأشنا ابقي هنا وسأذهب أنا إلى الشرطي قالك فهمهمت بشيء كان مفاده أنها لا تود البقاء بمفردها لكنني لم أهتم قالت فعلى المرء أن يكون حازما مع مثل تلك الشخصيات فكثيرا ما راحظت أن مثلهم يستنتع بإحداث الجلبة لذا شققت طريقي في اللحظة التي رأيت فيها السيد سبينلو متجها إلى المنزل وهنا توقفت الآنسة هارتنل بطريقة مميزة حفزت المستمعين على التساؤل قائلين وهم يلهثون كيف بدى لك الرجل أكملت حديثها قائلة بصراحة لقد انتابني الشك على الفور فقد كان هادئا جدا ولم يبدو مندهشا على الإطلاق وليس من المنطقي أبدا أن لا يبدو الرجل أي تأثر عندما يسمع بوفاة زوجته فاتفق معها الجميع في ذلك كما وافقتها الشرطة أيضا على ذلك فقد كانوا يشكون للغاية في ردة فعل الرجل اللامبالية اتجاه وفاة زوجته الأمر الذي دفعهم إلى التحقيق في أوجه استفادته من موتها وقد ازدادت شكوكهم خاصة عندما اكتشفوا أن السيد سبينلو سيستفيد من هذه الوفاة بموجب وصية كانت قد كتبتها الزوجة بعد زواجهما مباشرة كانت الآن ساماريبيل تلك السيدة العجوز التي يصفها البعض بصليطة اللسان التي تقطن بجوار إحدى دور العبادة هي أول من أخذ أقواله حيث أدلت بأقوالها خلال نصف الساعة التي تلت اكتشاف الجريمة فقد استدعاها الشرطي بالك بينما كان يراجع مفكرته الصغيرة باهتمام ثم قال أود طرح بعض الأسئلة عليك إن لم يكن لديك مانع سيدتي فتساءلت الآن ساماريبيل قائلة أهي بخصوص جريمة قتل السيدة سبينلو فاندهش بالك وسألها قائلا هل لي أن أسألك سيدتي كيف علمتي بالجريمة فأجابت الآن ساماريبيل قائلة من السمك كان الرد واضحا بالنسبة للشرطي بالك فقد خمن أن يكون فتى توصيد الطلبات التابع لمتجر الأسماك قد أبلغها بالأخبار عندما أتى لها بوجبة العشاء واستثردت الآن ساماريبيل حديثها بلطف قائلة كانت السيدة ملقاة على أرضيته غرفة الجلوس مخنوقة ربما بحزام ضيق أو ما شبه ذلك لكن أي كانت الأداء فقد اختفت ارتسمت ملامح الغيظي على وجه الشرطي بالك وفكر كيف لهذا الفتى فريد أن يعرف كل هذه المعلومات فقاطعته الآن ساماريبيل ببراعة قائلة هناك دبوس بحلتك فنظر الشرطي إلى الأسفل فتعجب وقال إنهم يقولون إن رأيت دبوسا والتقطته فسيبتسم لك الحظ طوال اليوم فردت الآن ساماريبيل قائلة أتمنى أن يكون ذلك صحيحا والآن ماذا تود أن أخبرك به فتنحنح الشرطي بالك ونظر باهتمام إلى مفكرته ثم قال لقد أدل السيد آرثر سبينلو زوج المجني عليها بأقواله ويقول إنه في الثانية والنصف تقريبا هاتفته الآن ساماريبيل وطلبت منه المجيئة إليها في الثالثة والربع حيث كانت بحاجة إلى استشارته بشيء ما هل هذا صحيح سيدتي؟ فأجابت الآن ساماريبيل قائلة كلا بالتأكيد فسألها قائلا ألم تهاتفي السيد سبينلو في الثانية والنصف؟ فأجابته قائلة لا في الثانية والنصف ولا في أي ساعة أخرى فقال الشرطي بالك حسنا ثم أخذ يعبث بشاربه مستخدما شفته السفلة وكان يبدو عليه الرضا عن نفسه فتساءلت الآن ساماريبيل قائلة وماذا قال السيد سبينلو أيضا؟ فأجابها الشرطي قائلا لقد صرح السيد سبينلو بأنه أتى إلى هنا كما طلبتي منه تاركا منزله في الثالثة وعشر دقائق وعندما وصل أخبرته الخادمة بأنك لست بالمنزل فردت الآن ساماريبيل نعم ذلك الجزء صحيح فقد أتى إلى هنا فعلا لكنني كنت بأحد اجتماعات منظمة المرأة فقال الشرطي بالك ثانية حسنا فتعجبت الآن ساماريبيل وتساءلت قائلة أخبرني أيها الشرطي هل تشك في السيد سبينلو؟ فقال الشرطي لا يمكنني الفصل في هذا الأمر الآن لكن يبدو لي أن ثمت شخصا ولن أذكر اسمه يحاول أن يضل لنا فقالت الآن ساماريبيل وهي تفكر أهو السيد سبينلو؟ كان السيد سبينلو يروق للآن ساماريبيل فقد كان رجلا صغيرا حجمي وهزيلا وكان حديثه يتسم بالطابع الرسمي والتقليدي كما يتسم بالاحترام الفائق وقد بدى مجيئه للعيش في الريف أمرا غريبا حيث عاش بالمدينة طوال حياته لكنه أفضى بالسر وراء ذلك للآن ساماريبيل فقال لطالما نويت منذ أن كنت فتى صغيرا أن أعيش بالريف يوما ما وأن يكون لي بستاني الخاص وذلك الارتباط الشديد بالزهور فقد كانت زوجتي تمتلك محل زهور وهو المكان الذي قابلتها فيه أول مرة وبالرغم من كونه حديثا جافا فقد رسم صورة رومانسية لسيد سبينلو في عمر أصغر وبصورة أجمل وفي الخلفية باقات من الزهور لكن السيد سبينلو لم يكن يعرف شيئا عن الزهور فلم تكن لديه أي فكرة عن الحبوب ولا عن تقليم الزهور ولا الاعتناء بها ولا عن النباتات الحولية التي تعيش لعام واحد فقط ولا عن نظيرتها الدائمة كان كل ما لديه هو رؤية صورة متخيلة لكوخ صغير ذي بستان تملأه النباتات ذات الرائحة البديعة والورود ذات الألوان الزاهية لهذا طلب مساعدة الآنسة ماري بيل بشكل مثير للشفقة ودون إجابتها عن أسئلته بدفتر صغير كان رجلا ذا طابع هادئ وربما لهذا السبب أثار شكوك الشرطة بشأن مقتل زوجته لكن بصبرهم ومثابرتهم توصلوا إلى الكثير من المعلومات التي تتعلق بالسيدة الراحلة سيبينلو وسرعان ما علم بها الشارع بأكمله أيضا بدأت السيدة سبينلو حياتها بالعمل خادمة بمنزل كبير ثم تركت وظيفتها لتتزوج مساعد البستاني وقام معا بشراء متجر لبيع الزهور بلندن وقد ازهر ذلك المتجر إلى أن زوجها سرعان ما أصابه المرض ومات ولكونها طموحة حملت أرملته على عاتقها مسؤولية المتجر وقامت بتوسيعه وعملت على ازدهاره أكثر وأكثر ثم قامت ببيعه بسعر جيد وأقدمت على الزواج للمرة الثانية من السيد سبينلو ذلك الصائغ متوسط العمر الذي ورث مشروعا تجاريا صغيرا ومتعثرا وبعد فترة ليست بطويلة باع المتجر وأتى يالي العيش في سانت ماري ميت كانت السيدة سبينلو امرأة ثرية حيث استثمرت المال الذي حصلت عليه من تجارة الزهور مسترشدة بإلهام روحاني كما أخبرت الجميع حيث أرشدها هذا الإلهام ببصيرة غير متوقعة فازدهرت كل استثماراتها بصورة مدهجة وأدى بها ذلك الاعتقاد إلى الابتعاد عن الدين واعتناق بعض الأفكار الغريبة لكن عندما أتت للعيش هنا عادت إلى صابق عهدها وتحلت بالمعتقدات الدينية السليمة فكانت تواظب على مبارسة الشعائر الدينية في دار العبادة وكانت تتردد على محل القرية وتهتم بالأحداث المحلية وكانت تشارك في الألعاب الجماعية في القرية ومن ثم عاشت حياة روتينية رتيبة ثم قتلت فجأة استدعى العقيد مالتشيت قائد الشرطة المحقق سلاك كان سلاك رجلا إيجابيا فعندما يتخذ قرارا لا بد أن يكون متأكدا لهذا كان متأكدا جدا عندما قال إن الزوج هو الفاعل سيدي فسأله العقيد مالتشيت قائلا أتظن ذلك؟ فأجابه المحقق سلاك قائلا أنا متأكد من ذلك وكل ما عليك فعله لتتأكد من أنه المذنب هو النظر إليه فلم يبدو عليه أي ملامح تأثر أو شعور بالأسى فقد كان على علم بمقتلها عندما عاد إلى المنزل فسأله العقيد قائلا ألم يحاول على الأقل لعب دور الزوج المشوش؟ فأجابه المحقق كلا كلا سيدي فهو أكثر غرورا من ذلك حيث يعجز بعض الرجال على التمثيل بسبب طبيعتهم القاسية فسأله العقيد مالتشيت قائلا هل من الممكن أن تكون هناك مرأة أخرى في حياته؟ فرد المحقق قائلا لم أجد لأي امرأة أخرى أي أثر فهو ذكي جدا ويستطيع إخفاء أي أثر قد يكون تركه خلفه وفي رأيه أنه قد مل الحياة مع زوجته فهي من يملك المال كما كانت تؤمن بأفكار غريبة لذا كان العيش معها أمرا صعبا وكان ذلك هو ما دفعه إلى قتلها بدم بارد والعيش بمفرده مرتاح البال فرد العقيد قائلا نعم قد يكون الأمر كذلك فقال المحقق يمكنك الاعتماد على ذلك سيدي إنها الحقيقة فقد وضع خطته بإتقان واختلق قصة المكالمة الهاتفية فقاطعه العقيد مل تشت قائلا ألم تستطع تتبع أي مكالمة هاتفية؟ فأجابه المحقق سلاك قائلا لا سيدي ويعني ذلك أنه يكذب أو أن المكالمة قد أجريت بالفعل لكن من أحد الهواتف العامة ولا يوجد أي هاتف عامة بالقرية سوى اثنين أحدهما في محطة القطار والآخر بمكتب البريد وطبعا مكتب البريد احتمال مستبعد فالسيدة بلد على علم بكل من يدخل المكتب أما محطة القطار فهي الاحتمال الأرجح حيث يصل القطار في الثانية و27 دقيقة ليعم الضجيج بعدها لكن النقطة الأساسية هي زعمه أن ذلك المتصل كان الآن سامر بيل وهو أمر عار تماما من الصحة حيث لم تجرى المكالمة من منزلها كما أنها كانت بالمنظمة تساءل العقيد قائلا أليس من المحتمل أن يكون ثمة من أزاح الزوج من طريقه عمدا ليقوم بقتل السيدة سبينلو فسأله المحقق قائلا هل تفكر في تيت جرارد لابن سيدي فأنا أدرس هذا الاحتمال أيضا لكنه يفتقر إلى الدافع فهو لن يجني شيئا من قتلها فرد العقيد قائلا لكنه شخصية مكروهة أضف إلى ذلك قيامه بالاختلاس من قبل فقال المحقق أعلم أنه ليس بالشخص الصالح لكنه على أي حال قد اعترف بنفسه للمدير بأنه منقام بالاختلاس بالرغم من جهل مديريه بالأمر فسأله العقيد قائلا كان يعمل بمجموعة شركات أكسفورد أليس كذلك؟ فأجابه المحقق قائلا نعم سيدي لقد اهتدى وفعل الشيء الصحيح أي أنه اعترف بمسؤوليته عن المال المسروق وأعلم أن هذا الفعل قد يكون نوعا من المكر فربما شعر بأنهم يرتابون بأمره فقرر أن يصطنع التوبة والندم على مقترف من ذنب فقال العقيد مالتيشت يا لك من شخص شكك أيها المحقق ولكن بالمناسبة هل تحدثت إلى الأنسة ماريبيل؟ فسأله المحقق قائلا وما علاقتها بهذا الأمر سيدي؟ فأجابه العقيد قائلا لا شيء لكن كما تعرف يصلها الكثير من المعلومات فلماذا لا تذهب للحديث معها؟ فهي عجوز ذكي جدا فتعمد المحقق سلاك تغيير الحديث حيث قال أود فقط سؤالك عن شيء واحد سيدي ويتعلق بعمل السيدة الراحلة سبينلو في بدايتها خادمة بمنزل السيد روبرت أبر كورومبي حيث سرقت بعض المجوهرات من الزمرد وكانت تساوي ثروة ولم يستردوها أبدا وقد حققت في الأمر ووجدت أن هذا قد حدث في أثناء وجود السيدة سبينلو هناك بالرغم أنها كانت حينها مجرد فتاة وديعة ألا تشك سيدي في ضلوعها بهذه السرقة؟ فكما تعلم كان سبينلو أحد الصاغى الذين يبيعون المجوهرات زهيدة القيمة ما يجعله الرجل المناسب للتصرف في المسروقات فهز العقيد رأسه وقال لا أظن أن لها أي علاقة بالأمر فهي لم تكن حينها قد تعرفت حتى على السيد سبينلو أتذكر هذه الحادثة جيدا حيث أفادت تحريات الشرطة بأن الإبن جيم أبر كورومبي هو من ارتكب الواقع ذلك المحتال الصغير فقد كان غارقا في الديون وقام بسدادها جميعا بعد حادثة السرقة مباشرة وقالوا إن إحدى السيدات الثريات هي من قامت بسدادها لكنني لا أعلم ما حدث بالضبط فقد حاول السيد أبير كورومبي التعتيم على القضية لصرف انتباه الشرطة عن ابنه فقال المحقق سلاك حسنا سيدي كانت هذه مجرد فكرة استقبلت الآن ساماري بيل المحقق سلاك بامتنان كبير خاصة بعد علمها أنه جاء من طرف العقيد ملتشت فقالت له ذلك لطف كبير من العقيد ملتشت فلم أكن أعلم أنه لا يزال يتذكرني فرد المحقق قائلا طبعا ما زال يتذكرك فقد أخبرني بأنك تعرفين كل الأمور التي تستحق الاهتمام في سانت ماري ميد فقالت الآن ساماري بيل إنه شخص طيب لكنني أجهل كل شيء فعلا بشأن الجريمة فرد المحقق قائلا لا بد أنك قد سمعت الكلام المثار حول الجريمة فأجابت الآن ساماري بيل قائلا أوه طبعا لكن ما الجدوى من تكرار ذلك الكلام الفارغ فقال المحقق سلاك محاولا التحلي بالكياسة هذا ليس استجوابا رسميا كما تعرفين بل هو حوار بين المفترض أن يكون سريا فسألته الآن ساماري بيل قائلا أتقصد أنك تود فعلا معرفة ما يقوله الناس سواء كان حقيقيا أم لا فأجابها قائلا نعم هذا هو المقصود فقالت له حسنا بالطبع هناك الكثير من الكلام والتوقعات وقد انقسم الناس حول ذلك إلى مجموعتين فمنهم من ظنوا أن الزوجة هو الفاعل فكما تعلموا أن الزوجة أو الزوجة هو أول من تثار الشكوك حوله ألا تظن ذلك؟ فأجابها المحقق بنبرة حذرة قائلا ربما فقالت الآن ساماري بيل الأشخاص المقربون كما تعلم وكثيرا ما يتعلق الأمر بالمال فكما سمعت كانت السيدة سيبينلو هي من تمتلك المال ومن ثم سيتربح السيد سيبينلو من وفاتها ففي هذا العالم المليء بالشرور أترى لأسوأ الأفعال حقارة مبررا فرد المحقق قائلا نعم سيحصل على مبلغ جيد فقالت الآن ساماري بيل نعم هو دافع معقول بالنسبة إليه لخنقها فيغادر منزله آتيا إلى منزلي ويسأل عني مدعيا مهاتفتي له ثم يعود إلى المنزل ليجد زوجته قد قتلت في غيابه آملا أن تقيد الجريمة ضد أحد المشردين أو اللصوص فأومأ المحقق قائلا نعم دافع المال من الاحتمالات المعقولة وربما كانت هناك خلافات بينهما فقاطعته الآن ساماري بيل قائلا كلا لم يكن هناك خلافات بينهما فسألها المحقق قائلا هل أنت متأكدة من ذلك فأجابته بالطبع فلو كان هناك خلاف لعرف الجميع حيث ستنشر الخادمة غلاديس الأمر في أرجاء القرية فرد المحقق بطريقة واهنة ربما لم تعلم هي نفسها بالأمر فرمقته الآن ساماري بيل بابتسامة مشفقة وقال وهناك اعتقاد آخر يقول أن تيت جرارد هو الفاعل فهو شاب حسن مظهر وكما تعلم تؤثر فينا المظاهر أكثر مما ينبغي فقد كان لأحد رجال الدين في دار عبادتنا تأثير إيجابي حيث داومت كل الفتيات على حضور الدروس الدينية المسائية والصباحية معا كما أصبحت الكثير من السيدات مهتمات بالأعمال الخيرية ناهيك عن الأحذية والوشاحات التي صنعت خصوصا لأجله كان الأمر محرجا جدا لهذا الشاب المسكين وتابعت دعني أتذكر عما كنت أتحدث آه نعم الشاب تيت جرارد بالطبع كانت هناك الكثير من الأقاويل بشأنه فكثيرا ما كان يأتي إلى هنا ليراها بالرغم من أن السيدة سبينلو أخبرتني بنفسها بأنه كان عضوا بمجموعة أكسفارد كما أظن وهي حركة دينية تتسم بالإخلاص والاجتهاد وكانت السيدة سبينلو متأثرة بها كثيرا التقطت الآن ساماري بيل أنفاسها ثم استطردت قائلة وأنا متأكدة أن الأمر لم يتعدى ذلك لكنك تعرف الناس وأقاويلهم فقد اقتنع الكثير منهم بأن السيدة سبينلو متيمة بذلك الشاب وأنها منحته الكثير من الأموال وبالفعل ثمت من شاهدوا الشاب بمحطة القطار ذلك اليوم وطبعا كان من السهل عليه أن ينزل من الجهة الأخرى للقطار ويشق طريقه بحيث لا يقترب من مدخل المحطة على الإطلاق فلا يراه أحد وهو ذاهب إلى الكوخ كما يظن الناس أن السيدة سبينلو كانت ترتدي شيئا غريبا فتعجب المحقق قائلا غريبا فحمرت وجنة الآنسة ماريبل خجلا وقالت كانت ترتدي ثوبا فضفاضا أو ما شابه وهو ما يراه البعض لباسا مثيرا فسألها المحقق قائلا أتعتقدين أنه مثير فقالت له يا إلهي لا لا أظن ذلك أظن أنه ثوب عادي فسألها ثانية قائلا أتعتقدين أنه كان ثوبا عاديا فأجابته بنظرة هادئة ومتأملة قائلة في ظل هذه الظروف نعم أظن ذلك فقال المحقق سلاك إذن نحن أمام دافع آخر للزوج وهو الغيرة فردت الآنسة ماريبل قائلة بالطبع لا لم يكن السيد سبينلو ليشعر بالغيرة أبدا فهو ليس بالرجل الذي يلحظ الأشياء فعلى سبيل المثال إن لم تضع له السيدة سبينلو ملحوظة بوجود وسادة الدبابيس فلم يكن ليلاحظ أن لديهم واحدا أصلا فتحير المحقق سلاك من نظرة السيدة ماريبل التي ظن أنها تحمل الكثير حيث كان يشعر بأنها تود بحديثها أن تنبهه إلى شيء لم يفهمه ثم سألته الأنسة ماريبل بنبرة توكيدية قائلة ألم تجد أي تأدلة في المكان أيها المحقق فأجابها المحقق قائلا لا يترك الجناه اليوم أي بصمات أو حتى رماد سجائر أنسة ماريبل فقالت الأنسة ماريبل لكنها جريمة من الطراز القديم كما أعتقد فقال المحقق سلاك بنبرة حادة ماذا تقصدين بهذا؟ فعلقت الأنسة ماريبل بهدوء قائلة أظن أن بإمكان الشرطي بالك مساعدتك في حل اللغز فقد كان أول من أتى إلى مسرح الجريمة كما يقولون جلس السيد سبينلو على كرس الحديقة بينما بدى شارد الذهن ثم قال للأنسة ماريبل بصوته الحاد الدقيق أظن أنني أعرف ما حدث فبالرغم من أن سمعي لم يعد بالقوة نفسها كما كان فقد سمعت فتى صغيرا ينادي علي قائلا يا هذا من هو كريبين؟ وكان يقصد ذلك الرجل الذي قتل زوجته التي أحبت شخصا آخر فشعرت بأنه يلمح الارتكاب الواقع أي أنني من قتل زوجتي العزيزة فردت الأنسة ماريبل وهي تنتزع زهرة ذابلة بقولها بالطبع هذا هو ما قصده الفتى سألها سبينل قائلا لكن كيف تخطر مثل هذه الفكرة ببال هذا الفتى الصغير؟ فسعلت الأنسة ماريبل وقالت عن طريق الاستماع إلى أحاديث الكبار بلا شك فسألها أتقصدين أن هناك أناس آخرين يعتقدون ذلك أيضا؟ فأجابته قائلا نعم نصف قاطني سانت ماري ميت تقريبا فقال لها سبينل لكن سيدتي ما السبب وراء انتشار هذه الفكرة؟ فقد كنت مرتبطا جدا بزوجتي لكنها للأسف لم تعد تحتمل العيش بالقرية كما كنت أتمنى أن تفعل لكنني أعلم طبعا أن التوافق المطلق على أمر ما من كلينا شيء مستحيل إلا أنني أؤكد لك أنني أتألم بدونها فردت الآن ساماري بيل قائلة ربما لكن اسمح لي لا يبدو عليك أبدا أنك تشعر بهذا فكبح السيد سبينلو غضبه وقال يا سيدة العزيزة لقد قرأت منذ عدة سنوات عن فيلسوف صيني عندما توفيت زوجته استمر بهدوء في ممارسة الأنشطة الصينية التي تهدف إلى التسلية كعادته فذهل الناس من صبره على ما حل به فقالت الآن ساماري بيل لكن الوضع مختلف مع سكان القرية فالفلسفة الصينية لا تروق لهم فرد قائلا ولكنك متفهمة لذلك فأومأت الآن ساماري بيل برأسها وقالت كان عمي هنري يتسم برباطة جأش غير عادية وكان شعاره في الحياة لا تظهر مشاعرك أبدا كما كان مغرما بالزهور أيضا فقال السيد سبينلو بنوع من الشغف كنت أفكر في أنني قد أصنع سقيفة على الجانب الغربي من الكوخ مزينة بأزهار وردية وربما أزهار الكروم بالإضافة إلى زهرة بيضاء نجمية الشكل لا يسعني أن أتذكر اسمها الآن فقالت الآن ساماري بيل بنبرة كأنها تتحدث إلى حفيد أخيها دي الأعوام الثلاثة لدي كتيب مصور رائع هل تود أن تلقي عليه نظرة فأنا مضطرة إلى الذهاب إلى القرية الآن تركت الآن ساماري بيل السيد سبينلو يطالع الكتيب في الحديقة وصعدت نحو غرفتها وغلفت بعجالة فستانها بلفافة ورقية ثم غادرت المنزل مندفعة نحو مكتب البريد فقد كانت الآنسة بوليت الخياطة تسكن بإحدى الغرف الموجودة أعلى مكتب البريد لكن لم تصعد الآنسة ماري بيل إلى الغرفة فقد كانت الساعة لا تزال الثانية والنصف وما هي إلا دقيقة حتى توقفت حافلة أمام مكتب البريد وهو الحدث اليومي في سانت ماري ميد فأسرعت مديرة مكتب البريد حاملة بيدها طرودا تتعلق بعملها فقد كان مكتب البريد يتعامل أيضا مع الحلوة والكتب رخيصة الثمن وألعاب الأطفال فظلت الآنسة ماري بيل بمفردها في مكتب البريد حوالي أربع دقائق ثم صعدت إلى غرفة الآنسة بوليت بعد عودة مديرة مكتب البريد لتطلب منها استخدام قطعة قماش قديمة باللون الرمادي في صنع ثوب مساير للموضة فوعدتها الآنسة بوليت بأن تبذل ما في وشعها لتنفيذ ذلك اندهش قائد الشرطة عندما أخبروه بأن الآنسة ماري بيل تريد مقابلته وعندما دخلت مكتبه بدأت بالاعتذار قائلة أعتذر إليك يا سيدي أنا أسفة جدا لإزعاجك أعلم أنك مجغول للغاية لكنك شخص ودود دوما أيها العقيد ميل تيشيت وقد فضلت أن أقابلك بدلا من المحاقق سلاك لسبب واحد فأنا أخشى أن يقع الشرطي بالك في أي مشكلة أو بالأحرى أظن أنه ما كان عليه المساس بأي شيء فاندهش العقيد ميل تيشيت قائلا بالك أتقصدين شرطي قريتنا؟ ماذا فعل؟ فأجبته الآنسة ماري بيل قائلة لقد انتزع دبوسا وكان مغروسا في زيه الرسمي وأظن أنه كان قد حصل عليه من منزل السيدة سبينلو فقال العقيد حسنا ما المهم بشأن الدبوس فقد التقت بالك دبوسا فعلا من جوار جسمان السيدة سبينلو وأخبر المحاقق سلاك بذلك بالأمس هل أنت من طلب منه القيام بذلك؟ أعلم أنه ما كان عليه المساس بشيء طبعا لكن كما قلت إنه مجرد دبوس قد تستخدمه أية مرأة فردت الآنسة ماري بيل قائلة يا إلهي لا يا سيادة العقيد لقد أخطأت في ذلك فربما يبدو لنظر الرجل مجرد دبوس عادي لكنه لم يكن كذلك فقد كان من نوع خاص أي أنه ذو سمك رفيع جدا فهو من النوع الذي يباع بالجملة وهو مصنوع خصوصا لصانع الأزياء فحضق الحقيد ملتيشت إلى الآنسة ماري بيل وبدى كأنه بدأ في استيعاب فكرة ما فأومأت الآنسة ماري بيل برأسها عدة مرات بلهفة وقالت نعم هذا صحيح يبدو الأمر جليا بالنسبة إليه فقد كانت السيدة سبيلو ترتدي ذلك الثوب الفطفاض استعدادا لتجربة فستانها الجديد فدخلت الغرفة الأمامية وأخبرتها الآنسة بوليت بشيء بشأن القياسات ثم لفت شريط القياس حول رقبتها وكل ما كان عليها هو أن تضيق الشريط حول رقبتها ثم تقوم باستحب وهذا سهل جدا كما أعرف وبعدها طبعا خرجت من الشقة وأغلقت الباب وبدأت في قرعه كأنها وصلت لتوها بينما أظهر الدبوس أنها كانت في المنزل بالفعل فسألها العقيد قائلا إذن فالآنسة بوليت هي من هاتفت السيد سبيلو أليس كذلك؟ فأجابته الآنسة ماريبيل قائلة بلى هاتفته من مكتب البريد في الثانية ونصف عصرا عندما تأتي الحافلة ويخلو مكتب البريد فقال العقيد ملتيشت لكن لماذا بالله عليك يا أنسة ماريبيل فلا يمكن لشخص أن يرتكب جريمة دون دافع فردت الآنسة ماريبيل قائلة حسنا أظن يا سيدي أن لهذه الجريمة جذورا في الماضي ويذكرني هذا بابني عمي أنتوني أوغوردين فأيا كان ما يفعله أنتوني فقد كان يربح من ورائه أما عن غوردين فدائما ما كان يخسر حيث خسر الأموال في سباقات الخيور وانخفضت قيمة الأسهم التي اشتراها كما انخفضت قيمة أملاكه ولهذا أعتقد أن تلك السيدتين كانتا مشتركتين معا فسألها العقيد فيما؟ فأجابته الآنسة ماريبيل في السرقة أقصد سرقة المجوارات التي جرت منذ عدة سنوات كما سمعت ففي رأيي أن الخادمة والطاهية قد اشتركتا فيها وذلك لسبب وحيد لم يكن له أي تفسير وهو كيف حصلت الطاهية على الأموال الكافية لفتح متجر الزهور بعد زواجها من المستاني أظن أن الإجابة هي من نصيبها في المسلوقات وقد أبلى كل ما قامت به بلاء حسنا فنمت تجارتها أما الخادمة فكان حظها تعيسا فقد أتت العيش في القرية وعملت خياطة فتقابلت السيدتان ثانية أعتقد أن الأمور كانت تسير على ما يرام إلى أن ظهر السيد تيل جرارد بالمشهد فقد كانت السيدة سبهلو تشعر بتأنيب الضمير كما بدأت تتمسك بمعتقداتها الدينية مما لا شك فيه أن ذلك الشاب تيت جرارد هو من شجعها على المواجهة وأن تتطهر من ذبها وهو ما كانت على وشك القيام به لكن كان للآن شابولت رأي آخر فكل ما كان يشغل بالها أنها قد يزج بها في السجن لمعاقبتها على جريمة السرقة التي ارتكبتها في الماضي فقررت أن تضع حدا لهذا أظن أنها كانت امرأة شريرة أصلا فلا أعتقد أنها كانت ستغير رأيها ولو أعدم السيد سبهلو الهادئ الغبي فقال العقيد مالتيشت بنبرة يشوبها الشك ربما علينا التأكد من صحة استنتاجاتك أقصد أن الأنسة بولت والسيدة سبهلو هما من كانت بمنزل أبير كورومبي لكن فأكدت له الأنسة ماري بيل قائلة سيكون الأمر غاية في السهولة فالأنسة بولت من النوع الذي سينهار إن واجهته بالحقيقة خاصة أنني قد حصلت على شريط القياس الخاص بها بالأمس عندما كنت أجري بعض القياسات فعندما لا تجده ستظن أن الشرطة أخذته حسنا إنها امرأة جاهلة وستظن أن ذلك سيعقد موقفها بطريقة ما ثم نظرت إليه نظرة تجريعية وقالت لن تكون هناك أي مشكلة أؤكد لك ذلك كانت تلك هي النبرة نفسها التي حدثته بها عمته المفضلة مؤكدة له أنه سينجح في اجتياز اختبار الالتحاق بأكاديمية ساندهريست العسكرية الملكية وقد اجتازه بالفعل انتهت جريمة شريط القياس